حبك صدم حبي متجدد بالعهد والولاء لأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نحن نتقيكم على بركة الله تعالى وهذا اليوم يوم التاسع عشر من شهر صفر الخير نتقيكم من الويند ومن هذا المحور المبارك الذي يجمع الملايين من الزائرين المتوجهين صوبة كعبة الأحرار الذي يجمع بعض المحافظات العراقية الذي يجمع مناطق مدينة بغداد كل هؤلاء الزائرين يمرون من هذا الطريق وأيضا يجمع الزائرين القادمين من خارج العراق السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته لازمنا معكم بالصوت والصورة ننقل لكم هذه الشعيرة المليونية ما بين أحباب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام معي مجموعة من الزائرين الوافدين إلى كربلاء المقدس سيتعرف عليهم ونقول لهم أعظم الله لكم الأجر أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء الله يحفظك حياكم الله الله يعزك اليوم أنت متواجد بهذا الطريق اليوم أنت متواجد بهذا الطريق شنو تحب تقوله للزائري شنو تحب تقوله لمولاك صاحب العصر والزمان بهذه المصيب؟ أولا عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب الزمان بهذا المصاب الجلل وأيضا نقول أن الشاعر يقول دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها أن الذكرى للإنسان عمر ثاني السلام على صاحب الذكرى الأليمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما وفيه قال دعبل الخزاعي رحمه الله قال سلام الله عليك يا أبا عبد الله قال فيه دعبل وفيك المجد لا إله إلا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد قال دعبل الخزاعي رحمه الله ما السر فيك كل يوم يخطر والناس تبكي في المجالس كلما اسم الحسين على المنابر يذكر والمجد لا يهوى البقاء بمعزل وقد كان المجد دوما فيك يفخر أنت الذي أبقيت دين محمد ووهبت رب العرش طفلا ينحى ينحر قف يا زمان فخرا وانحني هذا الذي أفنى ملوكا سيطر باق على مر الزمان وكل ما ينهار جيل ألف جيل يظهر هذا الحسين وكم حسين عندنا ما بالي هذا الجهل مننا يسخر أفلا يرون رغم كل جهودهم حب الحسين في كل قلب يكبر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته شكرا قناة كربلا الله حفظك أنا جوابه إليك ذكر الحسين خالد وباقي لأن الإمام سلام الله تعالى يقول مقتل جدنا الحسين حرارة في قلوب المحبين لا تبرد حتى يوم القيامة سلام الله عليك يا مولا إنسان يذكر الإمام الحسين يقتنق بعبرته أكيد نعم لأنه حب الحسين عبرة وعبرة ومن هذه القناة الكريمة نوجه نداء إلى كل ظالم نقول له اعتبر قبل فوات الأوان فالحسين باقي وأينك يا يزيد الحسين خالد واليزيد في مذابل التاريخ الظلمة على سيرة يزيد والمظلومين على سيرة الحسين عليه السلام سلام الله عليكم شكرا لك حياكم الله الله يحفظكم إن شاء الله شكرا لك الله يباركيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياكم الرادود رعد الفتلاوي أهلا وسهلا حيامة بغداد عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبا عبد الله الحسين وأهل بيتها الطيبين الطاهرين اليوم عندك مشاركة قصيدة للسيدة زينب سلام الله عليها يقول حسيني يا حسيني هلا بزينا بالثورية هلا يا رافعة الرأس هلا يا رافعة الرأس تصوب غيرا من أبو الغير تصوب غيرا من أبو الغير يزيد بداه شوي بحير يشوف أقبال عباس يشوف أقبال عباس سبيا وفجرت ثورة سبايا خدرها صبرها تشيد حبل بحبل وتسوي رايا تنادي الأعادي أنا للشام جيت وعندي غاية شعاري انتصاري هاريد أقرأ لأبو السجاد آية هاريد أقرأ لأبو السجاد آية شهادة قيادة أبو اليمة أبو اليمة يهدم دولتك دم يهد قصرك من الساس يصدي لها يصدي لها يزيد احترش يقيل لها يشوف أقبال عباس السلام عليك يا مولاتي يا زينب عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين إن شاء الله جميعا ولا حرمنا الله إن شاء الله من خدمة محمد وآلي محمد جزيلا شكر لكم الله أفضل هل تنسون القصيدة التي قريبة من قلبك دائما أنا أحكي لك صراحة أنا من زغر نحن آني وأخوته آي اثنين رواديدهم من ضمنهم أخوي الرائد الفتلاوي اللي موجود حاليا بالساحة وأخوي الثاني منتظر فتلاوي من زغر نحن تعاوتنا وتعلمنا نسمع أبو بشير مولا جليل بس إحنا روحنا بحج باسم الكربلاي جميعا لي علمكم على هذه الخدمة لي علمنا والله خدمة الحسين وضعكم على هذا الطريق والدي والله والدي اللي هو شجعنا على خدمة الحسين والحمد لله وشكر والدك طيب؟ الحمد لله وشكر ونعم بالله اليوم ما دك مشارك بالزيارة؟ الحمد لله وشكر هو وخوات اثنين واخوتي ثلاثة من عندهم من ضمنهم صغار وواحد من عندهم مسافر بره بالخارج ويخدم الإمام الحسين إن شاء الله هناك حاليا بلماني هو الحمد لله وشكر الله بنا نفسكم لإمام الحسين الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر وكل إحنا إن شاء الله على طريق الحسين هواي أمور انفتحة إننا الغير طريق الحسين بس مو إحنا اللي نبيع الحسين مو إحنا اللي نبيع الحسين هايهات مو إحنا اللي نبيع الحسين أنا أريد أسيلك سؤال اليوم أنت تقول أنا منذ الزغر مع أخواني والدي أخواتي وكشك لنا بخدمة الإمام الحسين عليها أفضل الصلاة والسلام شنو الشي اللي حصلتوا عليه من خلال الخدمة. والله اللي حصلنا عليه خدمة الحسين أول شي من ضمنها الدعوات لإمام الحسين والدعوات محمد والي محمد بالصحة والعافية والسلام عليا والعائلتي أنا كل شي ما أريد لا أريدنا مال ولا أريدنا غير شيء. فضل الله وهذا البيت ما ركضنا وراء المال. الحمد لله وشكرا. خدمة الحسين. شكرا جزينا إيلك نزلكم الدعاء ومائل راية الله حفظكم إن شاء الله إن شاء الله منصورين محفوظين الله يبارك بيكم الله يعزكم حياك الله تفضل قوى حياك الله قوى حيالك الغالي الله حفظكم إن شاء الله ما بقالكم شي إن شاء الله مجرد 17 كيلو توصلون إلى مرقد أبي الأحرار المؤمن حسين عليه أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الصحفي أجمعين إن شاء الله هاي زيارة المباركة لسيد الشهداء الأمام الحسين عليه السلام وإن شاء الله احنا مشينا من بغداد الهناء ماكو أي تعب والحمد لله والشكر الخدمة جيدة جدا وكلها خير من الله طيب أنتم من خلال يعني مشيكم أوقات الفراغ شون تقضوها يعني هاي الأيام لمشيتوها والله مشيناها إن شاء الله يعني بالدعاء وبالقراية السيد الشهداء وهاي الحمد لله والشكر زين أنت أهم شنو شعورك يعني بقرب نهاية الزيارة يعني اليوم الزيارة تنتهي مجرد يوم غد إن شاء الله تعالى سوف تنتهي هذه المراسيم سوف يذهب هؤلاء الزوار ترفع المواكب يعني هذا الطريق كما يعبر البعض يصبح بوحشة أكيد الحمد لله والشكر إن شاء الله الزيارة تكمل على خير وعلى بركة وهذا طريق الحق وطريق الحسين نحن كل سنة نسلك بياني وجماعتي والله يحفظ أهل المواكب على هذه الخدمة المباركة وإن شاء الله بغن نسير على طريق الحسين إلى الأبد طيب شو تقول الإمامك من هذا المكان كونت عاهدة والله إن شاء الله ندعي من الله أن يحفظ الزوار وإلى أمامنا إن شاء الله شكرا جزينا لكم حبيبا بالسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد نوعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام الحسين وهذه الزيارة يعني بالحقيقة نشكر أصحاب المواكب والأجهزة الأمنية وكل الخدام وبالخصوص على الخدام المواكب على الخدمة وعلى النعمة ونسأل من الله والإمام الحسين أن يرفع الغم عن هذه الأمة بتعجيل الإمام عجل الله أفرجه اللهم صلي على محمد نشكر قناة كربلة على التغطية هاي المتواصلة من بداية الزيارة ولحد الآن شكرا جزيلا يعني يعجز اللسان حقيقة عن أصحاب المواكب عن الخدمات عن الأجهزة الأمنية عن المراسلين يعني يعني شو توصف معها يعني ما تقدر يعني قصرنا بشي إحنا حتى تحب تذكره قصرنا بشي ويا الزوار ويا الخدم بتغطية الزيارة لا بالعكس قنوات الإعلامية يعني يعني قدمت دور يعني مشرف يعني خلي العالم خلي يشوف خلي يشوف العراق خلي يشوف هاي الخدمة خلي يشوف الكرم هذا اللي ملايين هاي يعني شي قيتها يعني هذا يشوف الإعلام هذا خلي القنوات هاي المغرضة خلي شوف شوف الإمام الحسين شوف زوار الحسين شوف القنوات يعني يعني خلي شوف الإعلام هذا الإسلام الحقيقي هذا الحسين الحسين لكل العالم الحسين لكل الإسلام الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله من أحب حسين الحسين فلذك كبدة رسول الله سيد شباب أهل الجنة فنسألنا الله والبيت العودة إن شاء الله وأن يسجلنا مع الزوار بحق الحسين لو شوي يسجلنا إن شاء الله نشكر الخدام الخدام اللي متواصلين ليل ونهار حقيقة قليل ندعي لهم قليل نسألنا الله والبيت أن يحفظ مراجعنا العظام والمرجعية العظمة وأن يطول بعمر السيد السستاني الله يحفظه يجعله خيمة على روس العراقية الله يطول بعمره ويخلصنا من هاي الفتن بحق محمد والمحمد شكرا لقناة كربلة ألف شكر يا مراجع بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب الله يصلى على محمد وعلي محمد نعرف الحسين الحسين ليس فقط مسيرة أو لطم أو بكة الحسين ثورة وليس لطائفي الحسين للعالم الحسين ثورة للعالم الحسين هيهات من الذلة هيهات من الركوع هيهات من السجود إلى الطغات الحسين عبر الحسين عبر الحسين كل عبر نحن إن شاء الله على منهج الحسين عليه السلام الحسين عبرت العباس مع الحسين عبرت الأخ عبرت علي الأكبر مع الحسين عبرت الإبن مع الأب عبرت ابن الأخ مع الأب ونحن هذا طريقنا طريق الأحرار طريق هيهات من الذلة نرجع ونقول للحكومة أنه طريق الحسين طريق الحق راجعوا نفسكم فشعب العراقي شعب علي بن بي طالب شعب الحسين الذي قال في وجه الطغاة هيهات من الذلة اللهم يصلى على محمد وعلي محمد ونشكر قناة كربلاء اللهم يصلى على محمد وعلي بارك الله بكم إن شاء الله توصلون سالمين غانمين بحق محمد وعلي محمد إن شاء الله تكونوا يا زوار الحسين ويا خدام الحسين من الراكبين بسفينة النجاة سفينة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مشاهدين الكرام ينضم معي أيضا زميلي حيدر نصرة المتواجد في هذا المحور فمع حيدر ومع ضيوفه إن وجدوا إن شاء الله تعالى شكرا لك زميلي علاء وشكرا لضيوفك الكرام حياكم الله أعزائي المشاهدين وها نحن يتجدد لقاؤنا بكم مرة أخرى قبيل زيارة الأربعينية ونحن ننقل لكم وقائع مسير الزائرين من منطقة الوند نعم عزائي المشاهدين رغم أننا ما زلنا في ساعات الصباح الأولى إلا أن أعداد الزائرين كما تشاهدونها الآن من خلف أعداد كبيرة جدا الآن تتوافد إلى مدينة كربلا المقدسة هذا المسير يستمر منذ يوم أمس حتى في ساعات متأخرة من الليل إلى هذه اللحظة يعني هذه أعداد جدا كبيرة أعداد كثيفة جدا أيضا على الجانب الآخر من الطريق هناك نقل الزائرين بالمركبات إلى داخل محافظة كربلا المقدسة يعني يوم أمس ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أعلن عن حصيلة أولية لأعداد الزائرين بلغت 20 مليون زائر لغاية يوم أمس وبالتالي يوم أمس واليوم وغدا الذي هو يعني يكون يوم ذروة الزيارة ستكون إن شاء الله أعداد أكثر وبالتالي سوف ننتظر الإحصائية الأخيرة التي سيعلن عنها والتي ستكون أكيدا أكثر من 20 مليون زائر أيضا العتبة الحسينية المقدسة أعلنت عن اشتراك يعني 12500 موكب داخل محافظة كربلا المقدسة لخدمة الزوار وبالتالي هناك أعداد أضعاف مضاعفة من هذه المواكب كانت تخدم الزوار على الطريق المؤدي إلى محافظة كربلا المقدسة أيضا يعني في منطقة المسيب وما قبلها يعني أصحاب المواكب منذ يوم أمس بدأوا برفع مواكبهم والتوجه نحو محافظة كربلا المقدسة وأيضا تم فتح الطرق التي كانت مخصصة لمسير الزائرين يعني تم فتح بعضها باعتبار انتهى المسير أو انتهت الذروة من تلك الطرق وبالتالي الذروة الزيارة اليوم تتركز هنا في منطقة الوند وما بعدها باتجاه محافظة كربلا المقدسة إن شاء الله في ساعات المساء الأولى ستكون الذروة داخل المدينة المقدسة وداخل محافظة كربلا المقدسة نعم عزائي المشاهدين يعني الآن هناك استنفار على أعلى المستويات للجهد الأمني والصحي والخدمي وجهد أصحاب المواكب لخدمة الزوار يعني المواد اللوجستية دخلت منذ يوم أمس استعداداً ليوم الزيارة بالنسبة لأصحاب المواكب وأيضاً يعني عنجلات الإسعاف الفوري تنتشر عنجلات الإسعاف الفوري التابعة للمزارة الصحة وأيضاً النقاط الطبية التابعة للمواكب التي تقوم باستقبال الحالات الطارئة وأيضاً يعني رفع إرسال بعضها إلى المستشفىات التي تتطلب يعني رعاية صحية يتم إرسالها إلى المستشفيات أيضاً هناك جهد لأسطول النقل المتمثل بآليات وزارة النقل وآليات الجيش العراقي اليوم عند سيطرة الوند آليات الجيش العراقي تقف بأعداد كبيرة جداً تقوم بنقل الزائرين أيضاً هناك جهد لمديريات الماء في المحافظات لنقل الماء بالسيارات الحوضية إلى داخل محافظة كربلاء المقدسة وإلى المراكز الخدمية التي تنتشر هنا وإلى المواكب أيضاً يشارك أصحاب المواكب بعملية النقل أيضاً هناك مركبات خصوصية تشارك في عملية نقل الزوار من وإلى محافظة كربلاء المقدسة أيضاً عندما نتكلم عن دخول الزائرين إلى محافظة كربلاء المقدسة لا يفوتنا أن نذكر خروج أعداد أخرى من المحافظة حتى يعني تعطي مجالاً لدخول عدد أكبر من الزائرين وبالتالي الآن تجري رغم الأعداد الكبيرة ورغم الزخم إلا أنها الزيارة الآن تجري بإنسيابية عالية كما نشاهد الآن على الجانب الآخر من الطريق مركبات كبيرة بأعداد كثيرة تحمل الزائرين وتنقلهم إلى خارج المدينة المقدسة إلى يعني ساحات وقوف السيارات تمهيداً لنقلهم إلى محافظاتهم نعم أعزائي المشاهدين مع أي أحد زوار الإمام الحسين عليه السلام سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك من وين؟ محافظة وسط من محافظة وسط طيب صار لك كم يوم بالطريق اليوم الثاني اليوم الثاني جاي من محافظة وسط لو من بغدار من أطراف وسط شمال وسط الصويرة تمام شون شفت الطريق اليوم هاي الأعداد الكبيرة من الزوار وهاي الخدمة شون شفتها شو رأيك بيها أكو تقصير ممكن مريت موكب ما كان يقدم خدمة موكب قال أنا خلص خلصت المواد اللي عدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وآهل محمد اللهم صلي على محمد وآهل محمد نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا الإعظام بذكرى أربعانية المام الحسين عليه السلام أما بعد نظرا لكثرة الزوار هناك خدمة لا تعد ولا تحصى من قبل أهل المواكب الحسينية ورأيت من لم يشده في جميع محافظات عفوا في البلدان العالم الأخرى خدمة من تنظيف وغسل وأكل وبذل يعني أكثر ما تتصور بحيث يصل إلى أذن يغسلون أرجل الزائر وينظفون حذائه ولا تكون هناك ملل أو تقصير حتى ساعات متأخرة من الليل من المبيت وخدمة وكثير من الأمور الأخرى طيب شون تشوفوا اليوم عملية نقل الزوار اليوم هناك أيضا في سيطرة تلون أكو سيارات تنقل الزوار إلى داخل المحافظة كربلاء المقدسة وأكو أعداد الآن تمشي تواصل المسير سير على الأقدام إلى كربلاء المقدسة شون تشوفوا عملية النقل هايوه حتى زخم بهذا المكان ماكو يعني زخم سيارات نعم هناك انسيابية في نقل الزوار وتسهيل عملية نقل الزوار على عكس ما مرت به سيني الماضية سيارات متوفرة إلى أكثر عدد بنقل رغم كثافة الزوار ولكن هناك سيارات نقل كثيرة تقوم بنقل الزوار خارج أو داخل إلى كربلاء نعم أعزائي المشاهدين يعني مثل ما شاهدتم الآن الأخ الزائر جاء من محافظة الواسط ويعني نقل ما رآه على طول الطريق المؤدي إلى محافظة كربلاء المقدسة أيضا معي أحد زوار إمام الحسين سلام عليكم أعظم الله أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام الله يحب ذلك عظم الله أجركم وأجرنا وجه السلام حضرتك شاعر لو رادود نعم مشاركة تفضل الله يحب نعم حضرتك شاعر ورحدي تقل لي يا محمد يديقوا يا مصي يبا مصي يبا بتشتنو جسان حال السيدة زينب سلام الله عليها تكلم أخيها محمد تقل لي يا محمد يديقوا يا جيئتك فاقد أخوان ومن الفقد طبت ديوان وقامت فردت شاعر ما تشاعر حرمي حرمي أخويا وصرت ما بيان عدوان يا محمد يديقوا يا مصيب 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 ببتشت النوك النوك اختك سبيا بواسطة السوق عقبي للدلاء للهدم محروك راحت أخوتي لتأخذ حقوق نعم أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرون معكم بهذه التغطية من محافظة كربلا المقدسة يعني هنا أصحاب المواكب الخدمية في محافظة كربلا المقدسة وكما هو دأب أصحاب المواكب في كل محافظات العراق وكل الطرق التي سلكناها وصولا إلى هذا المكان يعني يقومون بإيواء الزائرين في بيوتهم يقومون باستقبال الزائرين في بيوتهم تقديم الخدمات لأزائرين وأيضا هم في ساعات النهار يقومون بتقديم الخدمات للزوار يعني في مواكبهم لكن في ساعات المساء أو ساعات الليل يقومون باستقبال الزائرين في منازلهم لتقديم الخدمة بالتالي نشاهد هذه الانسيابية بالخدمة عدم انقطاع الخدمة عدم وجود ضعف الخدمة بين منطقة وأخرى يعني هذا كله حقيقة يجعلنا ويجعل العالم كله يقف مستغربا ومندهشا أمام هذه الخدمة التي تقدم من دون تنظيم من دون تدخل حكومي من دون تدخل مؤسسة من دون هي يعني هي خدمة بشكل عفوي وأكيدا هي ليست بشكل عفوي وإنما يعني عناية المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف موجودة وحاضرة في تنظيم هذه الزيارة المليونية الحقيقة يعني المقطعة النظير التي لا يوجد لها نظير في كافة دول العالم نعم عزائل المشاهدين أيضا معي أحد الزائرين سلام عليكم حاجم مرحمة الله عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين الله يخليكم الله يحفظك حضرتك من وين؟ أنا من بغداد من بغداد حاجيني اليوم من بغداد إلى حد أنت الآن في الوند شون شفت الخدمة خدمة أصحاب المواكب الخدمة الحسين صراحة أول شي نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل وهذه هي الذكرة العظيمة وهي ذكرة الأربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه يعني هي هي صراحة ما يقدر واحد يوصفها إحنا صراحة لو تجي للحقيقة ترى مو بس العراقيين إحنا يمكن أن أقول لك نصف البلد الإيراني دخل إلى العراق وكان بأحسن الضيافة وبأحسن الخدمة وهذه المواكب اللي تشوفها هاي الخيم هزال على اللي يجي يشوف هاي خيم بسيطة ولكن هاي الخيم البسيطة يمكن تشوف بها المعجزات اللي يتغذي كل هاي العالم اللي هاي سيول بشرية صراحة وهاي سيول بشرية لا توجد في كل العالم وفي كل أنحاء العالم مهما تكون هناك منصبات وغيرها ولكن كلها هاي من بركة الإمام الحسين ومحبين الحسين لأن هاي العالم زعفة رايحة للإمام الحسين ما رايح لأنه يبس عاطفة لا رايح توقف على هذا الجسد الشريف تأخذ الموعظة وتأخذ العبرة وتأخذ العباء الحسين سلام الله عليه مو فقط لأنه ابن بنت رسول الله لا الحسين ضحى بنفسه بكل شيء حتى بالطفل الرضيع وعطى لله كل شيء ولكن سبحان الله سبحانه وتعالى شون انطى كل شيء يعني السيدة زينب عليه السلام خاطبت طاغية عصرها قالت له والله لن تمحو ذكره وبالتالي هؤلاء الزائرين هم يعني مصداق لقسم السيدة زينب اليوم سلام الله عليه والله يا عمي شوف خلنا نقول لك يعني احنا صراحة نرغم بساطة نفسه ما نتحدث عن السيدة زينب ما نقدر نوصل عشر عشر اللي قامت به سيدة زينب احنا هسا اليوم نجيب لك انسان بطل شجاع رجل يعد انه من الرجال الصلبين كذا اذا يموت عنده عزيز شوفه يقول انتهيت يقطع الصلاة يقطع من تجي لسيدة زينب بتعمير المونين بتفاطم الزهراء جتا رسول الله اخوها الحسن والحسين اخوها بالفضل عباس فشول ما تكون هذا الجبل الجبل شون الجبل جبل يمكن تجيب لك رينات ولكن هاي الأمرأة العظيمة التي اوصلت ثورة الحسين لكل العالم من خلال صلابتها ومن خلال عزمها ومن خلال دينها ومن خلال قوتها بعزمها ودينها اصرت على انه ما تكون ضعيفة زينب عمره ما كانت ضعيفة الغم راحل سبي احنا اليوم شوف نيجي نواسي ونيجي بهذا الطريق نيجي هذا الاكل ما يعجبني وهذا المي مبارد وهذا كذا بينما انت شوف انسان يبقى كل اهل بيته ويروح النوبة ياخذوا سبايا يعني يعني ناس داع ماكم رؤى معتهم غير معتهم دين معتهم يعني هالسنوبات حتى الامام الحسين سلام الله عليه خاطبهم قالهم ان لم تكونوا اسلام فكونوا احرارا انتم عربا نرجعوا عربتكم فذول خالين من كل شي وللأسف الشديد ترى لهذه اللحظة لان الامام الصادق سلام الله عليه جعفر الصادق سلام الله عليه سئل احد اصحابه الامام سئله قال لي يا فلان قال لي هل اكو باقية من قتلة الامام الحسين قال لي سيدي يا مولاي هاي صار كذا سنة 200 سنة 300 سنة فما بقع قال لي قال لي قال لي الآن يقيمون المآتم ويزيرون جدي الحسين وباقين ذريتهم باقية ولكن ان شاء الله هم بالخسران ونحن ان شاء الله بدرجات العليين ان شاء الله الحسين يعني على مدى التاريخ كانوا يعادون هذه الشعائر يعادون الامام الحسين يحاولون منعها لكن بقيت الزيارة وذهبوا وضاع ذكر شوف هاي الناس الزهار ترى تحملت القصف وتحملت الوهابية وقصفها وسيارات والله مايرجعنا شيء عن زيارة الامام الحسين فبارك الله بكم واشكرا الله يحفظكم نعم عزائي المشاهدين ما زلنا مستمرون معكم بهذه التغطية لوقاع الزيارة الاربعينية وهذه انتقالة للزملاء في مدينة سيد الأوصياء للزائرين فإلى هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر